في الحقيقة في حالة من حالات الحراك الغير عادية اللي بتحصل في مصر وحالة من حالات المرونة اللي ما شفناهاش قبل كده خاصة في ما يخص القوانين وأيضا التشريعات المرح مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفلة التعديلات دي بتتضمن منح المرأة إذا كانت حاضنة أو بتكفل طفل عمره أقل من 6 شهور تحديدا نفس مدة الأجازات والحقوق اللي بيحصل عليها الأم الطبيعية كمان من بين التعديلات كان فيه تعديل بيتضمن زيادة الغرامة على من يتأخر في التبليغ عن ميلاد الطفلة ووضع قوبة أيضا لمن يهمل فيه رعاية ومراقبة الطفل وحمايته خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهم التعديلات في قانون الطفل وأهمية كمان هذه التعديلات وتأثيرها بشكل يعني إيجابي سواء كان على المرأة أو على الطفل من خلال ضفنا الكريم الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي اللي منوارنا في صباح الخير يا مصر رباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فعند دكتور خليني أشوف الأول مع حضرتك إزاي تبعت هذه التعديلات وإيه أهم التعديلات اللي حصلت على القانون رقمة نشر المشرع المصري زي ما تفضلت حضرتك وقلت بيتسم بالمرونة يعني بيتدخل ليعدل أو بيرصد ظاهرة عشان يدخل يجرم صحيح الاجتماع بتعنبارح شهد محورين تشريعي بالغي الأهمية أولهما يتعلق بحماية الجنائية للمرأة بصفة عامة بتعديل خطوته التشريعية فيما يواجه ظاهرة التحرش اللي المشرع المصري من الأساس السنة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت بالقانون 141 لسنة عشرين واحد وعشرين كان تدخل وجرمها ما انتظرش كتير قوي عشان يدخل يعدل تضمن اللقاء أو الاجتماع مبارع مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل فيما يتعلق زي ما حضرتك تفضلت فيما يتعلق بالأم الحاضنة أو الأم التي تقفل الطفل أو الإهمال اللي بدأت المجتمع يرصد بعض حوادثه التي تقع من كلال قيادة الأطفال لبعض السيارات تسليم أولئة الأمور أطفالهم عربيات ويبقى الطفل دون السن ويأخذ على العربية ويرتكب بها حادثة يترتب عليها نتائج قد تكون أشد جثام ولكن يا فاندل لأن الدولة المصرية تكفل حرية الرأي نقول أن هذا المشروع عشان ما ندخلش نعدل تاني يحتاج إعادة النظر في بعض الأمور لأن المشرع النصري إمبارح في مجلس الوزراء بيقول أن أهدي للأم الحاضنة أو الكافلة ست شهور طيب أنا من وجهة ست شهور إيه؟ أجازة من العمل للتفرغ لرعاية الطفل زيها زي الأم الطبيعية زي الأم الطبيعية رؤيتي بالنسبة لهذا القانون أن الطفل دون السنة مش هيبقى قادر برضو يعتمد هو بعد السنة مش هيعتمد برضو ولكن من نقول ست شهور ست شهور أتبقى قليلة شوي تاني حاجة المشرع المصري هو دايما بيبص بعين إيجابية لكن أنا ممكن أدي الأم الحاضنة الست شهور دي وديها أجازة من عمل هي بتاخد وتروح تشتغل في مكان تاني فأنا لازم أرتب عقوبة على مخلفة الناص لأن أنا بدي الست شهور أو السنة المقترحة من وجهة نظرنا لرعاية الطفل مش امتياز للأم فإذا خلفت أدي عقوبة أدي عقوبة لأن هذا الحق مقرر للطفل المشرع المصري مبارح في مجلس الوزراء لم يكتفي بأن يقرر ميزة أو حق الطفل في الرعاية خلال الست أشهر ولكن إداله اتفاقا مع اتفاقية دولية لحقوق الطفل الموقعة سنة 89 واللي احنا وقعنا عليها الحق في الإبلاغ عن الميلاد المشرع ما حددتش نحن حابين بس الأول اللي احنا برضو نؤكد ان ده لسه مجرد مشروع قانون يتم طرحه على مجلس النواب والموافقة عليه من ثمه ولذلك بنبدي رأينا لأننا في معرض الكلام قلت ان احنا عملنا قانون التحرش 141 20 21 ودخلنا بنعدله في 20 23 والنصوص الجزائية عايزة مزيد من السبات والاستقرار لأنه لا يجوز الاعتداد بالجهل بأحكى معه صحيح ما ينفعش أقول أنا ما أعرفش طيب أنا مش عايز بقى كل شوية أدخل أعدل عايز مزيد من السبات والإيه والاستقرار يبقى لما هاجي وأنا بعمل مشروع القانون بدل ستة طيب نشوف سنة طيب الأم اللي تخالف أنا مرتبتش عقوبة جنائية على الأم التي تخالف لأن المخالفة في الفترة دي قد ترتب أسهار جسيمة على الطفل بسيب الطفل الوحده قد يتعرض للهلاك قد يتعرض للخطر أنا بدي لها أجازة من المكان ده فممكن تستفيد ده وتطلع تعمل حاجة عمل تاني وربما نحن لا نحيا في المدينة الفاضلة سيد الفاضل فلابد أن يكون هناك جزاء هذه واحدة الأخرى المشروع الإبلاغ بس قبل ما ندخل على النقطة الأخرى العقوبة هنا بتكون إيه أما مفيش عقوبة المشروع جاي مفيش عقوبة ولكن أنا بقارة فلت حاجة بتقول لابد أن يكون هناك جزاء أه جزاء أنا إمتى اللي أنا همتنع عن عمل مثل هذا الفعل أو هذا السلوك لما يكون فيه عقوبة قانون راضع تماما أنا مش أقدر أدع عقوبة الحق يعني أنا مش أقدر أقترع عقوبة الحق ولكن تكون عقوبة الغرامة لأن الجزاء من جنس العمل يسبت الطفل حسن ما يتلاسب مع العمل بتاعه فمن فشنا أدع عقوبة سريبة للحرية لا أدع عقوبة تنقص من العناصر الزمة المالية أدع عقوبة الغرامة أنت عايزة تشتغل وصيبها الطفل أنا أخذ منك جزء مستخطأ عقوبة الغرامة فأحقق الرضع فهكفل تكامل الحماية المفروضة للطفل في السن ده عزيز حضرتك ده فيما يتعلق بالنقطة لكن هو في إجماله رائع من المشرع المصري أن يكفل الحماية ولكن إحنا مش في سبيل كفالة الحماية إحنا في سبيل تكامل نحن في عهد تمكين المرأة وبنتحدث عن يعني يمكن فترة تمكين لم تحدث ولم يسبق لها مثيل في عهد السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيد ربما يخرج بعض المناصر لقضية المرأة ويقول لحضرتك أنت كده بتيجي على المرأة علشان خاطر الطفل لا مهو الطفل ده هناك حقوق للطفل مش مصر أو المشرع المصري اللي تكلم عنها ده الاتفاقية الدولية اللي وقعت عليها المجتمع الدولي كامل سنة 89 اللي كفلت هذه الحقوق للطفل وأنا مقدرش أتأخر من رحم هذه الاتفاقية لأن أنا موقع عليها أمام المجتمع الدولي عفوا الوجاح الدولية بتقتضي أن أنا أفعل نصوص هذه الاتفاقية وإلا أتساءل لماذا قعدت مصر عن تفعيل نصوص اتفاقية تكفل حماية الطفل ولكن ليس معنى فندم تمكين الطفل تمكين المرأة تمكين المرأة أن أنا أقصر الطفل حماية الطفل الطفل ولذلك فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 من أربع سنين وفي جامعة القاهرة قال حضرات الأسرة هي نواة هذا المجتمع حافظوا على الأسرة اللي حافظوا عليها إزاي لكن نسخة من نسخ الشباب اللي تم إقامتها في جامعة القاهرة وتم فيها إعلان عام بناء الإنسان عندما تساءل السيد الرئيس وكلنا بننسى ماذا حدث للمصريين إيه اللي حصل لكم مصريين تساءل هذا الرئيس هذا السؤال تحديدا وليزا يا فندم الأسرة هي نواة المجتمع ده الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قالت هذا المصطلح تحديدا قالت الأسرة هي نواة المجتمع ويجب الاهتمام بالأسرة من خلال الاهتمام بالطفل التربية القويمة للطفل ولذا حضرتك لو استدركت مشروع القانون التالي لذلك هتلاقي حضرتك إن المشرع الجنائي المصري ما كفلوش الحماية في الست شهور أو أي فترة يسميها المشرع المصري لا ده كفلوش الحق في البلاغ عن الاسم ده المشرع المصري وإن كان برضو لينا رؤية في إطاق إن المجلس بيسمع وبيسمع جيدا وحقيقي بيستجيب للكلام ده هو قال إنه يتم الإبلاغ عن الطفل وإذا لم يبلغ بيأخذ العقوبة نضيف كلمة بأي وسيلة أن يكون الإبلاغ هنضيف كلمة بس بأي أن يكون البلاغ بأي وسيلة ليه؟ لأن ممكن يكون الإبلاغ من خلال الإدلاء الشافوي أمام الموظف وممكن تتطور الدولة المصرية خلال السنة اللي جاية السنة اللي بعدها ويكون الإبلاغ إلكتروني إلكتروني يبقى أنا محتاج أنص من دلوقتي أهو أقول حضرتك بأي وسيلة طيب موضع آخر المشرع قال والله إلا يتم تسليم طفلي ليه؟ لرعايته أو يهمل في الرعاية يخد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة جهور من اللي هيقرر بقى شكل الإهمال في هذه الرعاية؟ عظيم سؤال رائع ولكن هل هو الإهمال بس؟ يعني المشرع المصري هل هو الإهمال بس اللي يقول ثلاثة جهور؟ أم أن هناك صور أخرى ده في أربع صور أخرى لابد أن ينصوا عليهم المشرع المصري ويجمحهم في عبارة بين قصين مع الإهمال وهما سواء أحمل أو لم يحتاط أو لم يحترز أو كان هناك رعونة أو عدم مراعاة القوانين التي تنظم رعاية الطفل يبقى الخامس صور دولة حضرتك إذا وقع فيهم المسؤول عن الطفل أو من سل ما إليه الطفل ياخد العقوبة أساوي بين الإهمال بس مش في عقوبة وهي عقوبة إهمال مراقبة الطفل ما في إهمال طيب ما أعتقد الخمس أشكال لأن حضرتك تكلمت عليهم دول يخضعوا تحت القانون لا يا فهدر لا يا فهدر عفوا لما قام سيادتك الكريم أن هنا الإهمال ده فقلي غير عمدي يعني هو لما جاي يتكلم عن الإدلاق بالبيانات قال كل من وليس يتكلم على الحيطة عدم الحيطة صورة مغيرة للإهمال لأن حضرتك أنا عندي الجريمة الغير عمدية بتقع بخمس صور حصرا ما ينفعش نزود علوم ستة ونفعش نقال لهم أربعة اللي هم واحد الإهمال اتنين الرعونة تلاتة عدم الاحتياط أربعة عدم الاحتراز خمسة مخلفة القانون المنظم لحقوق الطفل يبقى أنا لما حط الخمسة دول يبقى بعمل تشريع جامع مانع للطفل لما أجي أقول إهمال بس طب فيه رعونة الرعونة ليست إهمال طب فيه عدم إحتياط عدم الإحتياط ليس إهمال طيب عدم مخلفة القانون المنظم لحماية الطفل ما هوش إهمال لكن لما أحط الصور الخامسة للمسئولية الجنائية عن الفعل الغير عمدي أن يترتب عليه الضرر لأننا في الوقت ده المشرح في القانون ده جامع بين حبتين يا فندم جامع بين سلوك خطأ وسلوك يرتب ضرر وهناك فرق بين الخطأ وبين جرائم الضرر نفسها طيب دكتور حضرتك في البداية قلت الجزاء من جنس العمل حلو هل بتختلف العقوبة في حالة تعرض الطفل للخطر؟ المشرع المصري ساوى وهنا ساوى بمعنى بمعنى قل العقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لما أجي أقول الحبس أيما كان الفعل أيما كان الفعل يبقى أنا لما أجي أساوي بين الجريمة العمدية والجريمة الغير عمدية اللي هي جرائم الخطر لأ ده بيحتاج المحكمة الدستورية المصرية أرثت مبدأ صار عليه القضاء المقارن كله زي بقول حضرتك في فرنسا وفي إيطاليا قالت أنه لا يجوز معاملة المتهمين على أنهم علائق متناظرة يعني ما نعملش كله زي إيه؟ زي بعض زي بعض كل فعل بشكل جريمة ياخد عقوبة يبقى أنا أخلي جرائم كل من عرض الطفل للخطر أقول الحبس مدة لا تقل عن سنة ليه؟ لأن أنا غير الإهمال الإهمال والله ما أصد مش أصدي بس أعقبك عليه عشان إيه؟ أحمال لكن صورة من صور الخطر الذي تعرض الطفل للضرر لا ده قد تصل المرحلة دي لفعل القتل إن الطفل يموت يبقى أنا ما سويش بين جرائم الخطر اللي عبرة بس بقى عشان أقول لحضرتك حضرتك ومستمعينك الكرام تحسب الموازنة بتاعتها إزايا في الإهمال لازم تتحقق النتيجة لازم تتحقق النتيجة مادية لأننا نسميها الجرائم المادية أحمل نتيجة الإهمال ترتب عليه مش كده؟ ينفع حسب حضرتك ينفع حسب حضرتك حضرتك سائق عربيتك وعفواً استضمت بشخص لو الشخص ده ما ماتش ينفع أقولك أنت خطلت خطأ؟ لا لازم إيه؟ ينفع أن تتحقق نتيجة مادية عشان أحقبه عن الفعل الذي رتب نتيجة المادية نتيجة الإهمال نسميها طائفة الجرائم المادية الذي اشترط المشارع شروط معينة في النتيجة الإجرامية عشان أخذه بالإهمال واتخذ من جسامة النتيجة دي معيار لتجديد العقوبات يعني هل أنا وضحي بس كون صبور معي شوية معيك حضرتك هل من الممكن اللي أنا ألغي كل هذه العقوبات وأهل اللي بيرعى هذا الطفل سواء كان وليدية سواء كان من يتبنى الطفل أي مكان صفته ليه مراكز الإصلاح والتأهيل لا جاء المشرع لأننا عندنا مشكلة في العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة ما يبقاش عامل جريمة زي ده يقدروا تديله ست شهور وحطه مع راجل يعني محتكب جريمة جاسم هتعلق للإجرام أفطرت كمان على كيان أسرة ولذلك المشرع المصري كان حكيم ولجأ لبداء للعقوبة سالبة الحرية في نفس القانون وقال والله أنا ممكن أخذ الراجل ده وأهله أنزله وبعدين أهله وشاب عملوا القصور برضه لأنه أهل شي هنا حسب رؤية القاضي يعني إذا ارتأ القاضي أنه لابد بتوقيع العقوبة فيتم توقيع العقوبة بس إذا ارتأ القاضي أنه عن غير عمد ارتكاب هذه العقوبة فبالتالي قدر لنا يكون الحكم بتاله إخضعه لمركز الإصلاح وتأهيم أفندم الإهمال هنا جريمة الإهمال جريمة ولكن المشرع المصري قبل ما وديه المحكمة قال والله في بدائل أن أنا بنزله وبقعد تأهيله لمدة 6 شهور عظيم ولكن هو بيعمل لي مشروع القانون ما قال ليش هنزره واستنى كان أو هنزره خلال إيه هو لازم موعيد هامة جدا صحيح ولكن هو الإطلال دايما المحاولات التشريعية الأولى بيبقى فيها شيء من النقص والقصول لأنه هو في الأول وفي الآخر عمل إيه بشري إحنا عايز أقول لحضرتك كتير من التشريعات التي اتعنى بالمرأة اللي السبع سنين اللي فاتوا دولا كانت خيرا شاهد إن المشرع إحنا ما كناش نعرف جريمة اسمها جريمة ختان الإنس كناش نجرمها المرأة خدت حقها كامل ونص المشرع المثل واعتبر الفعل جناية وعقب عليها بالسجن المشدد لابد أن يعلم الناس هذا الموضوع بالغ الخطورة كافى الحقوق المرأة فيما تعلق بالحماية في الشرف وفي الاعتبار ولكن هنا في حماية الطفل المشروع بقانونه هو رائح ولكن يحتاج بعض الرطوش التجميلية حتى يبلغوا حد الكمال طيب يمكن من بين المواد اللي تم بارح تعدلها في مشروع القانون اللي هيقدم لمجلس النواب بنكلم على فكرة التأخر في تسجيل الطفل تمام إيه أهمية النص ده تحديدا لأن أحيانا بيكون بعض أولياء الأمور شايفين إن عندي مشاغل أخرى وهسجله هتأخر شواء بس هيتسجل كده كده في الآخر يعني الطفل حي يرزق الطفل يعني لن يرتكب فعلي وعقب عليه القانون لأنه لسه طفل فأنا بعيد ممكن لحتى ست شهور اللي أنا سجيل حتى سنة ما حدش لسه يعني هيقدر يبقى حاسس إن الأمر ده في نوع من أنواع الشوايب أو نوع من أنواع القصور فإيه أهمية النص ده تحديدا؟ لأن ده بيعود للتكامل الصحي والجسد للطفل من الدولة المصرية من الدول القليلة عالميا اللي بتبدأ منظومة رعاية صحية للطفل من تاريخ ميلاده فبيبقى فيه تطعيمات يعني واحد المولود بتاعه يتولد واحد اتناشر فيقولك لأ 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 أنا أصبر الشهر ده عشان يقيده ويبقى واحد واحد عظيم وده بيحصل أو يبقى خليم مع تاريخ ميلادي أنا أمور تبريرات يعني تنبئ أن الرأي العام الصالح لم يتشكل بعد هذه قولا واحدا الرأي العام الصالح لم يتشكل بعد الدولة المصرية بتقوم على منظومة صحية متكاملة تشرف عليها ببراعة وزارة الصحة وحضراتكم بتعلنوا في مناسبتها وتكرروا التنبيه والإعلان عن الحملات التي تقدمها الدولة لرعاية الطفل ابتداء من ساعة ميلاده لتطعمات فهو التاني بقى بيأخر في الإبلاق فبضي على الطفل مواعيد التطعمات دي وبما يترتب عليه بقى من أثار خطيرة للطفل قد خسور في منظومة الصحة للطفل أو القافة مرض الشلل للدولة المصرية تتبوأ المراكز الأولى في مواجهتها بنعرض الطفل لها والذلك كان حرياً بالمشرع المصري أن ينبه ويفرض جزاء للتأخر في الإبلاق يعني إذن نحن أمام مشروع قانون في ظاهره وباطنه باستثناء بعض الملاحظات اللي حضرتك قلت عليها أنا مع حضرتك باستثناء بعض الملاحظات اللي حضرتك قلت عليها هو مشروع قانون جيد من حيث المكتسبات التي يحصل عليها الطفل وحماية حقوق الطفل أيضاً نحن بنشكر حضرتك كدكتور مصفى السعداء وأستاذ القانون الجنائي نكت حاجة كريم وعزيز علينا في صباح الخير شكراً تحيات الحضرتك